احتجزت امن الدولة الشيخ جدعان الهذال الذي تم اقتياده الى مقر الجهاز بعد التحقيق معه لدى وصوله مطار الكويت عصر اليوم وتم اقتياد الشيخ جدعان الهذال الى امن الدولة بعد رفضه توقيع التعهد بعدم مشاركة غير محدد الجنسية البدون في تظاهراتهم المقررة غدا الجمعة والتضامن معهم في مسيرة بتيماء بمحافظة الجهراء عقب صلاة العصر نطالب من الحكومة ان تصدر بيان اعتذار للشيخ ولكافة ابناء القبال والكويت اجمع لان هذا الشخص جاء لمطالبة في حقوق البدون المظلومين نطالب الحكومة بالاعتذار الفوري اليوم ما تم مع الشيخ جدعان الهذال اهانة لكل اعنزي الرجل جاء بمطالب سلمية ودعم لابناء القبيلة ما تم معاه اهانة لن نقبلها اي اعنزي لن يقبلها واليوم احنا اذا ما تم الاعتذار للشيخ راح تكون لنا وقفة جميعا فالجموع كلها راح تتوجه الى مبنى امن الدولة وراح يكون المبيت هناك الى ان يطلع معزز مكرم كان باسم اخواني الكويتيين البدون نستنكر هذا الاجراء ونعلن وقوفنا مع الشيخ جدعان ومع المجامع ابناء قبيلة تنزي والدعوة لكافة قبال الكويت وقد اثار احتجاز الشيخ الهذال الردودة فعلا في اوساط العديد من اعضاء مجلس الامة حيث اكد النائب جمعان الحربش رفضه المساس بالشيخ جدعان مشيرا الى مواقفه المشهودة دعما للكويت من جهته قال النائب علي الدقباسي ان احتجاز الشيخ جدعان الهذال لا يليق برجل مكانه صدر المجلس والتقدير ومن جهته ابدا النائب مبارك الوعلان استغرابه من قيام الداخلية بالتحقيق مع الشيخ جدعان مشيرا الى ان من يستحق التحقيق غيره ممن اساء للكويت واستقبل فيها كما استنكر النائب فلاح الصواغ الاجراءات التي وصفها بالتعسفية لوزارة الداخلية تجاه الشيخ جدعان واستنكر النائب محمد الخليفة احتجاز الشيخ جدعان وطلب بالافراج الفوري عنه لمكانته الاجتماعية بين القبائل ودول مجلس التعاون الخليجي النائب في مجلس 2012 نائف المرداس شدد على ان مقام الشيخ جدعان ليس مكاتب التحقيق بل الاستقبال في الدواوين فخرا به ولمواقفه المشرفة والحكومة تريد بذلك خسارة ولاء القبائل لها وكانت وزارة الداخلية قد اكدت مرارا عبر العديد من البيانات موقفها الثابت من عدم مشروعية تظاهرات غير محددية الجنسية البدون باعتبارها مخالفة للقانون وعزمها عدم السماح مطلقا بتنظيم اي مسيرات او تجمعات ايا كانت طبيعتها للاخلال بالامن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وتعريض حياتهم للخطر ونشدتهم عدم مخالفة القوانين المتبعة حتى لا يعرضوا انفسهم للمساءلة القانونية اشتركوا في القناة